أولا أن أقول أننا أخذنا نقاشات مفيدة عبر المنطقة وأعتقد أن هناك الكثير مجهة النظر المشتركة من ضمنها ضمان عدم توسع نطاق هذه الأزمة لمناطق أخرى وكذلك المدنيين الذين هم في وجه الأذى يمكن أن يبعد عنها ويحصل على المساعدة لهم بحاجة إليها هناك إدانة واضحة للتصرفات التي قامت بها حماس والأعمال الوحشية التي قامت بها والرغبة للتوصل إلى سبيل المضي قدما لطريق إيجابي إسرائيل لديها الحق للدفاع عن نفسها وليس فقط الدفاع عن نفسها بل كذلك لضمان إلى أقصى حد عدم تكرار ما حصل ما قامت به حسان حماس وأسلوب الذي قامت به يذكرنا بداعش تماما من الصعب وصف ما حصل بالكلمات نحن نؤمن بأن المدنيين لا يجب أن يعانوا بسبب أعمال حماس أي أنهم يجب أن يكون دهم المياه والغذاء والأدوى وكافة الاحتياجات الأساسية وهذا بالضبط ما نعمل عليه اليوم المياه أعيدت إلى غزة واتفعنا مع إسرائيل لتحقيق ذلك والآن نركز على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ويتمكنهم الخروج عن وجه الأذى داخل غزة وكذلك حتى بعض المواطنين الراغبين بالرحيل ممكانهم الخروج هذا كان جزء ليس فقط من حواراتنا بل كذلك الأخوات التي نتخذها اليوم الرئيس بايدن عين أحد أكبر الدبلوماسي المتمرسين ديفيد ساترفيلد لديه خبر واسع في هذه المنطقة لقيادة جهود المساعدات الإنسانية المفوض الخاص للرئيس للعمل مع كل أطراف المنطقة لضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات هل ستتدخل الولايات المتحدة لمساعدة المدنيين في غزة؟ هذا ما نركز عليه الآن وكما قلت نحن نعمل عن قرب مع عدد من الدول مع مصر والأمم المتحدة وحتم مع إسرائيل ودول المهتمة الأخرى في جمع المساعدات وإدخالها إلى غزة وضمان أخراج الشخص عن وجه الأذى داخل غزة وهذا بالضبط ما نركز عليه ولهذا السبب كنا بتعيني مسؤولة في المستوى العمل على هذه المساعدة هل نتعي أفق لوجود أي هدنة أو وقف التصعيد العسكري في هذه الفترة لإدخال هذه المساعدات؟ الحجمات ضد إسرائيل مقبلها مستمرة لا دولة تقبل دخول الإرهابين ويقوم بكلمتي مجزرة وركز عكمة مجزرة لآلاف المواطنين ويقتلون الأطفال بالرصاص وقطع روسيا الجنود وإعدام الأطفال أمام أبائهم وإعدام الآباء أمام أطفالهم لا دولة يمكنها تتقبل ذلك فإسرائيل كما قلت لديها الحق في الدفاع عن نفسها بل لديها الالتزام بالدفاع عن نفسها ولكن وكما قلت وكما أوضى الرحيس بايدن أسلوب قيامه بذلك مهم ويشكل الفارق لهذا السبب من المهم جدا أن تقوم إسرائيل بكل ما بوسعها لتضمن عدم إذاء المدنيين المدنيين الذين وضعوا في وجه الأذى مقبل حماس حماس كانت تعرف بأنه سيكون هناك ردة فعل قوية تجاه ما فعلت مع معرفة ذلك ومعرفة أن المدنيين سيكونوا في وجه الأذى مع ذلك مضت في عملياتها وحقات الأمر ماذا فعلت حماس؟ حماس تضمن أن كل قادتها الأساسيين ومراكز القيادة وأسلحتها وذخيرتها كلها مواقعها في المناطق السكانية والمباني السكانية ومتهونة تحت المستشفيات والمدارس ومحل الأسواق لأنهم يستخدمون فلسطيني غزة كدروع بشرية وهذا أيضا مقرف ودعت لاستضافة قمة دولية وإقليمية لمتابعة تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية هل الولايات المتحدة تدعم هذه القمة وهل ستحضرها الولايات المتحدة نحن نرحب بهذه الجهود ونرحب بأي جهود العمل معا لتحديد أفضل شكل لاستجابة المجتمع الدولي لشعب الفلسطيني وأن يحصل على المساعدة التي تهم بحاجة إليها وكذلك تحتها المستقبل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء المصرية هذا الأمر تم اقتراحه بصراحة من قبل مسؤولين في إسرائيل ومن قبل الإعلام الإسرائيلي وبالطبع كان هناك رفض كامل من مصر لهذا الأمر ومن عدد من الدول العربية فهل ناقشتم هذا الأمر سمعنا وأنا سمعته بشكل مباشر من رئيس السلطة الفلسطينية رئيس عباس ومن كل قائد آخر تحدثت معه في المنطقة بأن هذه الفكرة مرفوضة تماما لذلك هم لا يدعمونها نحن نؤمن بأنهم يجب أن يكونوا قادرين البقاء في غزة في بيوتهم ولكننا نريد أن نتأكد أنهم بعيدون عن وجه الأذى ويحصون عن مساعدة رعاية الأجانب من غزة استضم برفض إسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية وإصرار مصر أن يكون العبور في اتجاهين المساعدات مقابل الرعاية الأجانب هل يمكن التوصل لاتفاق قريب بهذا الخصوص؟ إسرائيل لا تحجب وتمنع مغادرة المواطن الجانب المشكلة هي أن حماس عرقلت هذه العمليات وعلينا أيضا نتخذ التدابير الضرورية مصر مستعدة لتسهيل رحيل مواطنين والأجانب الآخرين وفي نفس الوقت مصر مستعدة بالكامل ونحن نعمل معها لإيصال المساعدات إلى الداخل نحن نجمع منظومة بالعمل مع الأمم المتحدة ونعمل مع مصر ودولة أخرى لنضمن إيصال هذه المساعدات إلى غزة إلى كل منهم بحاجة إليها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة ودخول أطراف أخرى وأن يكون هذا الصراع ممتد لخارج قطاع غزة أو خارج منطقة غزة أرسلتم معدات عسكرية أرسلتم حاملات طائرات طرادات إلى شرق المتوسط فهل تخشون اتساع رقعة الصراع في المنطقة؟ أعتقد أن هذا قلق يشارك الجميع في المنطقة كل قلق من تشاري رقعة الأزمة أو العنف ورئيس بايدن كان واضحا جدا لا أحد دولة أو أي طرف يجب أن يحاول استغلال هذه اللحظات قال ذلك بشكل مباشر وكما لاحظتم فقد أرسلنا أثنين من حاملات الطائرات أو مجموعات حامل الطائرات إلى شرق المتوسط وإلى المنطقة ليس كاستفزاز بل كردع للتوضيح لأي طرف يفكر بالقيام بأي شيء هل ستتدخل الولايات المتحدة بإرسال قوات خاصة أو تتدخل عسكريا لتحرير الأسرى المدنيين الأمريكان أو الأجانب المحتجزين الآن في غزة نحن مركزون بشكل كبير على استعادة الرهائن هذا عمل مقرف آخر قامت بحماس أخذ الأطفال الصغار والمتقدمين في السن وناجين من المحرقة على كوسي متحرك لا أعرف أحدا يستطيع أن يستوعب هذه العمليات نحن عازمون على عادة مواطنين ولن أتحدث عن تفاصيل إضافية هل يوجد هذا التصعيد غير المسبوق هل ما زال حل الدولتين مطروحا؟ لطالما كانت هذه السياسة الولايات المتحدة الأمريكية أي أن الإجابة أو جزء أساسي من الإجابة للمستقبل المنطقة وكذلك لمستقبل الفلسطينيين والسرائيليين هو حل الدولتين ونحن نستمرون بدعم ذلك ترجمة نانسي قنقر